السؤال اللي كنت عايزة أتقاله للدكتور نادي من فضلك لماذا فكرة الإلحاد بدأت فيها هذه الأيام الأذين الأخيرة ونظريات الإلحاد والاتجاه إلى الإلحاد ما كناش نسمع عن الموضوع ده في الماضي من فضلك الدكتور نادي أحب أسمع إيه الأسباب لانتشار الإلحاد ونظريات الإلحاد في الأيام الأخيرة وشكراً رفينها يبارك ويبارك سأميها في كل مكان شكراً يا أختي حلو سؤال كتير حلو شكراً أختي إلحام تمام طبعاً في أسباب كثيرة لزيادة الإلحاد طبعاً العالم دلوقتي بقى صغير قوي بالإنترنت وبتاعت الأفكار كل واحد يحط حاجة وعايزها الناس بدأت تقرأ أكتر بدأت الناس تنفتح أكتر على العالم فبدأت الناس تقولك طيب ما هو ممكن الكلام اللي احنا تعلمانه وإحنا صغيرين ما يكونش صح وابتدوا يحطوا أسئلة المرحلة دي في حد ذاتها مش غلط على فكرة إن الواحد يسأل ويستفسر ويمتحن كل شيء لكن إحنا عايزين من خلال البرنامج ده والبرامج اللي تعملها يا أسيس نزار إن إحنا نقدم إجابات منطقية فمن أسباب زيادة الإلحاد هو بعض المعلومات اللي عند الناس واللي بتادي تنتشر عبر العالم بصورة كبيرة قوي طبعاً في أسباب كثيرة أسباب تانية ممكن تكون أسباب شخصية إن واحد اتعرض لأزمة كبيرة وما تحققش الهدف اللي هو عنده فقال لك ربنا مش موجود في أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب فلسفية وأسباب علمية فالأسباب كثيرة قوي كثير من الناس تعتقد أن الله صامت يعني مش عم بيسمع مش عم بيتواصل مش عم بيتفاعل مع احتياجاتهم فبيصل إلى حالة يائسة وبيستسلم لأي فكر تاني بالضبط لأن مفهمنا عن الله مفهوم خاطئ بنفتكر إن إحنا ما نصلي كأننا بندوس على زرار يجيب لنا الحاجات اللي إحنا عايزينها الله مش كده الله هو الإله المتحكم في كل مملكة الناس وهو اللي عايزنا نتطبط به ونعرف فكره وخطته لحياتنا لما بنفقد الهدف كل الأشياء دي بتدخل واتلغبط حياتنا اشتركوا في القناة